اشتركوا في القناة عادي دي مراته من حقاها تيجي معاه وبرضه من حقاها اللي هي نازلة معاه عادي يعني هي لو كده يا احمد كنت انا جيت لك ولا قلت لك حاجة ما كانت هنا مبارح طولي يوم طب ايا فين دلوقتي انا متلقاحها جوا في المكتب ها هاي لا اله الا الله عايزني ااخد موقف بناء على ايه مفيش موضوع يتاخد بناء علي موقف طب نعرف حتى جاءت تاني ليه انا اعرف امتى يا سيدي دلوقتي ولما نعرف بناء على هنعرفه ان هياخد موقف عبدالتواب ده نبقى لي سعنا دهلك يا راجل انا متأسف والله يا حاج احمد بس الهانم الهانم مرات الحاج فاتحي طلبت مني شوية اوراق ودفاتر ايه اوراق اي ودفاتر ايه دفاتر حسابات الشرك اهلا انت عملت معاها ايه ديتهم لا لا جاهزتهم بس قلت اجه شوف الحاج الاول عايز مني ايه يعني انت لسه ما ديتلقاش حاجة لا بس اوديهم دلوقتي على طول لا يا حاطلتواب ماتوديش حاجة اه تشوفوا حضرتك حضرتك كنت عايزنى في حاجة عايزك في ايه طب انه اصلي على سيك ده محمد كنت عايزك في ايه طب انا هلتكري ازاي من انا ديلك من ساعة بعد كده لما انتح حضرتك تجيني فورا اه انا انا اسف انا اسف اتردب اه اسف انا اسف انا اسف اه انا اسف ايه على فين مالك يا دكتور أحي مستغرب ليه مستغرب اني جيته مصبحتش علينا فجأة كده لقناك يا نا مين يقولي مين التلامت انا عشان كده عملت الوصول و جيت اصبح جت تصبح ولا جيت تتحقق في مجي عبنا يا بدرياء на احنا فاهمين بعض كويس اوي 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 علشان كده بنحسس عالكلام مع بعض انت شايف كده اه انت شايف اغير كده اه قلت عزى المدير المالي فيها يا بدرياء المدير المالي ده موظف في الشركة اللي تخص جوزي انا الشركة اللي تخص جوزي جديد تخصني يعني كمان وتخص الحج محمد وتخص الحج توفيق يا بدرياء ماليش فيه ماليش غير في جوزي وبس احنا كمان لينا فيه يا بدريا وعدهالك مرة تانية الشركة دي تخص الحج محمد والحج فتح والحج توفيق وتخصني على كل ان الدفاتر هتجيلك لو عايزت تتسلش وها لحد ما جوزك يجي عن اسمك لا يا بدريا انت الغلطانة ليه بقى ان شاء الله إيه لي يخليك الدوري في الدفاتر والدوري على إيه؟ انا لسه ما دورتش والدوري ليه من أصله؟ يا بنت الناس اللي موجود في الدفاتر دي خانات فيها أرقام ما حادش يفهم منها انها حاجة كل المصلحة موجودة هنا خص عليك يا فتحي هو احنا مش اتفاقل اللي بقى جنبك قلب بقلب وراس براس ويه اللي دخل القلب والراس في الفشة وفي كل حاجات دات في الحسابات الله مانا لازم أفهم يا فتحي بقولك يا بدريا انا راسي مش فيا وجتتي كلها مكسرة يعني مش حياتك تتعصب علي من الآخر انا مبتعصبش يا اخوي انت اللي هتتعصب اهو وبعدين هو انا هلاقيها منك ولا من اخواتي يا ست قلتلك ملكيش دعا باخواتي وانا من قامتك اللي هي دعوة بيهم يا اخوي هو ايه اللي جدت؟ البرشام اللي بتزلباهه عمال على بطاني واللي عمال يهري في مخك وجتتك يوم وراء تاني هو انا لاقيه مش لاقيه وبعد من قامتك انت بتخافي علي من قامتك؟ وبعد ما بقولك على حاجة ريحي نفسك لاليك دعوة بدماغي ولا بمخي ولا بجتتك؟ هم اللي بقى ليه دعوة امتى ان شاء الله؟ لما لقيهم غمولك عينيك وبيمضوك حتى على هدومك وانت مش حاسس؟ لما نفسك يا برية؟ شايفين عائل صغير ولا بريانة؟ جراء ايه فتح؟ هو انت عايشت غلطني وخلاص؟ ماشي يا اخويا لو انا غلطان اقراط فانت الغلط راجبك من ساسك لراسك بس على اقل بقى انا بدفع عن حقي وحق عيالي يا وليه انت نقصك حاجة؟ طلبت حاجة وما جتلك ايش؟ لما ما كونش عارفاني حق فيك وفي فلوسك يبقى نقصني كل حاجة يا فتح؟ رياحي نفسك يا برية رياحي نفسك الدفاتر اللي انت رحت الدوارة فيها ديت مش انت فهم منها اي حاجة الدفاتر كلها موجودة في راس العبد لله ما هي دي المصيبة يا اخويا؟ ان دماغك مش فيك يا راجب انت متعرفش عيالك هنا ولا عند جدهم ومع انك انت اللي بعيتهم بنفسك ودول حيالة واد وبيت اذا كان حيالك مش في دماغك فلوسك حتبقى في دماغك يا فتحي يا فتحي يا حبيبي انا عارفة انك مسلمني قلبك من يوم ما عرفتني ليه مستخسر فيي دماغك وحرمني اني بقى سرك وتبقى سري طب بزمتك انت في حد هيخاف عليك قدي هيا فتحي وقلت ايه؟ قلت لا اله الا الله لا اله الا الله اوه اوه ايه يا بدرية؟ لقتي فيه؟ عاوزو؟ هاتي قلنا بي يا بدرية قل يا بادارة زي زمي هاتي يا بادارة وحتوديني الشركة يا فتحي هواديك بس هاتي بقى وحتسلمني دماغك يا فتحي انا كل فيك يا بدرية كل فيك بتعمل ايه يا قلبي؟ كده يجيلك قرحة انا هجيبلك منك قلبي يا صباح الفل يا حجيجة لاي لاي بالله انت تاني وبعدين بقى احجي فتحي خير يا دكتور احمد؟ ان شاء الله كل خير بس سوا في الحقيقة خير يخص جوز حضرتك ما يخص انت عارفة اللي بخصك والله كنت قلت قولي حجة احمد واموري يا حجة ايه الخبر اللي كنت جاي تقوله الفتحي ومستكتر علي عرفة؟ ده شغل يا حجة واي حاجة تخص الشغل سبحان الله بستكترها عليك لا ده كان زمان ليه؟ ايه اللي جد ان شاء الله؟ اني بقيت طرف في الشركة زي زيك وزي اي شريك فيك مني اللي اداك الحقي ده؟ جوزي وشريكي جوزك اه شريكك سابقة دلوقتي خلاص بقى على قويتنا احنا ما كنتش استقويت وجيت النهاردة وبقلب جامل والحجة فتحة طبعا ده هو اللي قواكي وهو انا اعرف منكو حد غيره واقواكي بقى بي ان شاء الله دماغه اللي فيها كل حاجة دماغه اللي عربت تسقط قديك قلتها وبعضمة لسانك دماغه دي اللي خلتني جيت هانا وبعدين يا احمد دي تبقى مصيبة ايه يا قدمالة؟ زي ما يكون عامل عاملة كده وخاف للستة هنمتعرف يعني عايز نعمل ايه يا احمد؟ لما شوف اخواي فتحة كبير بيسلم رقاب اخواته لمراته ومش اي حد دي بدرية يا احمد احمد الحد بقت مستفزة او يا احمد اصلا فاكحي يعمل كده ليه؟ مش عارف وده اللي انا نفسه عارفة صباحا كده مستاذ عبدالتواب يا ريت الورقة اللي بتلف بيه على المكاتب ده يبقى يعدي على مكتبي الاول ايوا بس احضرتك ما ترغيش كتير اسمع كلام وخلاص سيدة مصر الأولى يا سيدة عايزة تسوقنا زي ما هي عايزة يا فاتح احنا نفسنا اللي اسمينا أصحاب الشق محدش فينا علّى صوته على موظف قبل كده يبقى أول ما صوتنا يعلى يبقى صوت واحدة ستة اللي أثر في شغله يتشد وهي مغلطاتش عشان عايزة تماشي الشغل وهي إيش عرفها في شغلنا يا فاتح ده بيني وبينك بقى يبقى إلا أولا تعرف يا أخي وبعد أنت حطين نقركم من نقرها ليه دايما أنا غلطان عليه لا أنا ما بغلطش أحد أنا بكلمك إنتا وبصراحة لو فيه غلط يبقى عندك يا حاج اسمح بقى منك ليه أنا دماغي مش نقصة ومش على آخر الزمن أخوي أستغير هحققني ولك جبني الغلط طب ممكن تهدى عشان نعرف نتكلم إنتا عطلع ابني إيه ده ومش إه ده أنا عايزة أعرف أنا خلطت فيه يا حاج فاتح يا بني إنتا بدريها أو هي طرف الشغلانة يعني إيه طرف الشغلانة تفسر كلامك إنتا كمان وقبل ما تفسر أعرف إنك بتتكلم عن مراتي لا ما عليش اسمح لي مراتك ده في البيت إنما هنا لا ما هي ما تتحشرش في الشغل مراتي ما تفرقش عني حاجة يا حبي أنا متزيدك ومن هنا ورايح أنا وهي واحد يا حمد دراحة مش عايزين صوتنا يعلم ألا أنا عايزة أفهم استعني أنت يعني إيه واحد بعمارة إيه هاتلي أمارة واحد ليه إنتا بدريها كانت شافت إيه من المر اللي إحنا شفناه عشان نعمل قرش على قرش عشان نوصل للخير اللي إحنا فيه اللي هي بتتمرمك ليه لا 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 إنتا مش مبتافي بكده حاجة فتحك لا إنتا جبت لها الخير كله حتطولها في طبقة ويتطولها لا أنا وأخوك أبوك لينا في الخير بدري يا مراتي ليها برضو يا حبي وراجلك فوره أبتا يا جناعة دي مش طريقة مناقشة اهدى يا حبي اهدى يا فتحك يا حاجة فتحك أنا مش هسمح لك أنك تسمح لبدريها تحط إيديها في الطبقة ده تالي انت عارف ليه لأنها لو مدت إيديها بعد كده هتحط صوابق على العشرة في عينينا وأول عين هتبقى أنت وأنا الآخر مرة يا أحمد بقولك أوزر الكلام اللي بطلع من بقك وراءها اللي دي مراتي خوك كبير ما تبقاش كبيري لو كبرتك براء سواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بصراحة يا حج أنا الآن قوي وشام مريحة مش حلوة خالص بين أحمد وفتح لازم أحد كبير يا حد لها يا حج عشان كده جيت لك وجيت لنا قطر خيرك يا ابني ألا هادم نعم يا حج روح بصراحة ألا هادت أتنين شاي أنا هيا حج جيت لبصفت الكبير يا عنا يا سي محمد هو في حد عارف لإخواتك دول كبير دلوقتي أهو أن الأوان يعرفوا ويفهموا يا حج يعرفوا إيه ويفهموا إيه إخواتك دولنا مردة ملهمش كبير عارف مين كبيرهم القرش القرش وبس الله ربنا يهديهم بقى مهم إيه السبب بقى في رضيحة الوحشة اللي انت شميتها دي يا سي محمد الست بدرية يا مرات فتحة إخص على دي ست أهي بدرية دي جلابة الهم والمصايم محدش هيجيب داخل عيلة دي إلا واحدة ملعونة سي بدرية خل يا محمد عملت إيه بقى بوز الإخصة دي مش مهم يا حج عملت إيه دلوقتي المهم أحمد وفتحة كل واحد فيهم بقى إيده في عب التاني وصوتهم عيلي على بعض يا حج ودي مش كيلة لازم تتحل لما تحلتش هتبقى مصيبة وهيبقى لها ديلي حج ولما أخذ بقى ديلي جرجر ورانا واحنا كلنا مفيش حدي فينا لو خلق يبص وراء يا حج صاح يا حبي صاح بعين العقل يا قات اسمع إحنا بكرة كلنا نتغدى سوى إنت عليك تقنى أحمد أما فتحي سبهولا سبهولا